أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون جاء ذلك خلال استقبال شكري سفراء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤول ملفات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي شهد اللقاء سبل دفع وتطوير أوجه العلاقات المشتركة كما شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية فضلا عن الأزمة الأوكرانية وتباعتها واستعرض شكري خلال اللقاء رؤى وركائز الموقف المصري إزاء مختلف القضايا بالإضافة إلى تطورات ملف سد النهضة وثوابت الموقف المصري إزاء اشتركوا في القناة